السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمهورنا الرياضي مرحبا بكم اينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة بداية ما نساوش اهم شيء الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد بحوض الله تعالى في هذا اللقاء او في هذا الفيديو احنا نتكلم على مباراة السينيغال نقاط القوة نقاط الضعف التشكيلة يعني وش لازم على جمال بالماضي يعني يدير وشنوية الاخطاء اللي استفدناهم من طنزانيا لكن على العموم قبل ما نبدأ هذا الفيديو لابد ان بعض الملاحظات نمدهم بخصوص المباراة السابقة وبعض النقاط اللي لازم نجاوب اخوانا المتابعين لانه المتابعين تواعنا القدامة وهم يعني برهم كيفاش الطريقة وكيفاش نخدم وكيفاش ننتعامل وكيفاش ننتقد وكيفاش من طب لي الف من طب لي با من اعداء الف من اعداء لي با لما نشوف حاجة عيانة نقول حاجة عيانة ولا تهمني الاراء ولا تهمني الانتقادات لكن لما نشوف اشياء جيدة لابد ان ايضا نخرج ونقول هذه اشياء جيدة مباراة طنزانيا البارحة يعني بيانت انه متخدم الوطني الجزائري يتجه الى يعني صعوبات صعوبات كبيرة في كأس افريقيا لماذا؟ صعوبات كبيرة لانه كل المتخبات تلعب لنا بنفس الطريقة في كأس افريقيا وهذه هي السبة لخلاتنا نخرج من الدور الاول في كأس امم افريقيا لماذا؟ لانه كل المتخبة الافريقية ننقش صغيرة لكن نقول المتخبة اقل شأنا منا في المستوى حفظة طريقة لعب منتخب الجزائري حفظة طاكتيك وحفظة الخطة اللي انتهجها جمال بالماضي لذلك كل فريق رو يجي منتقن انه راح يفتك نقطة واذا سجل هدف يعني راح يكون اسماء له لذلك الطم الكبرى او الخوف راح يكون في كأس العالم لانه كل فريق ما راح يكون بطريقة كأس امم افريقيا وانما كل فريق يجي يلعب بنا هنا لانه يريد تأهول كأس العالم ويعلم انه لو يغلق المنافع المتخب الجزائري جمال بالماضي ما عندوش خطة اخرى يلعبها ما غير خطة اربعة ثلاثة واحيانا يغير مسترجع واحد او مسترجعين على العموم خطة جمال بالماضي لن ولم تتغير اربعة ثلاثة ثلاثة بجنحين ورأس حربة على كل حال هذه الحاجة اللي خلت كل المتخبات تحفظنا خلينا نقول لكم حاجة النقطة ملاحظة لانه الفيديو اللي سنجوب فيها لبعض التعليقات قلنا انه نحن في هذه القناة لا نطبل للفشل كين اشخاص سبيسيال ما متخصصين في الدفاع عن جمال بالماضي ظالم او مظلوم لكن انا في رأيي اذا رأيي شخصي انه اي شخص يطبل لاخطاء ولا ينتقد اخطاء هذا يريد استمرار الاخطاء دلوهم ليح في رأسكم انت لما تشوف مشكل في ولدك ولا في بنتك رغم حبتك ليك لولدك ولا بنتك لكن لما يخطأ تروح تنتقده وتقوله انك اخطأت وإلا كيف تقول انني احبه نفس الشيء بالنسبة للمنتخب الجزائري كيف تقول انني احب المنتخب الجزائري واحب جمال بالماضي وترى انه محيوصل لا علاقة له بكرة القدم ولو في مجالك في المنتخب الجزائري ثم تقول جمال بالماضي لم يخطأ في استدعائه واحسن استدعائه لما تشوف انه بندر يقوم باخطاء تتكرر بكثرة لو لا التسلل المنتخب تنظاني لا بهدنه هنايا في اخر خرصة رقم شفتوها لحسن الحظ كان وضعية تسلل لذلك لطبل للفشل ولطبل للاخطاء وبدون تصليح الاخطاء او اصلاح الاخطاء هذا لا يريد التقدم بل يريد الفشل لانك ان لم تنتقد كيف تحسن الاوضاع هذه هي وضعي انا في ذا القناة من ديش انطبل بالماضي يعني اخطأ او لم يخطأ لا اما يخطأ اقول لك اخطأ مباراة تنظانيا لا تعبر عن مستوى المنتخب الجزائري البعض يقول لك لا المنتخب الجزائري برحل لعب الخطة الثانية اين هي خطة الثانية هل تعتبر انت فرس الشايبي يعني كلاعب ثاني في ميزك هل تعتبر انت يعني عيسى مندي محمد طوغا يعني تعتبرهم انت يعني مستوى ثاني هل طوغا بالاضافة هل رأينا ايت نوري عندك انت لعب مستوى ثاني او مستوى ثالث لما نقول مستوى ثاني او ثلاث يعني لعب غير اساسي او لعب هل خلينا معلش هل لما دخلوا الرباعي يعني بالماضي اقحم كل ابراق الهجومية من محرز من سيد بن رحمام يعني مراوز الروقي واش داروا ما داروا ولا شي لذلك هذا هو المستوى الذي اصبح عليه متخبنا الوطني الجزائري يجب التدعيمات وتغيير الفلسفة لانه تجيب لائبين جدد بنفس العقلية لا يقدمون لك شيئا لذلك مع السينيغال وندخل الان في مباراة السينيغال اذا ان لم نستفد من مباراة تنزانيا ونبقى بنفس الخطة اربعة ثلاثة ثلاثة صدقوني السينيغالاني يا رحمنا لانه يريد الثأر وانه كيف تفسيرون تحضير قائمتين الاولى خاصة بالجزائر والثانية خاصة برواندا يا اخواني لذلك انا اظن اظن وبالنسبة لللاعبين هدو من اللاعبين اللي راح يدخلوا في السينيغال لانه ما عدناش لكن المشكل اين هو المشكلة هو في فلسفة المدرب جمال بالماضي لذلك يجب اهل جمال ما يلعبش بخطة اربعة ثلاثة ثلاثة امام تنزانيا ما قدرش نسجلو باربعة ثلاثة ثلاثة كيف تريد التسجيل امام عمالقة اوروبا قبل ما يكونوا عمالقة افريقيا ولذلك انا اظن ومجهة نظري ان لعبنا بخطة اربعة اربعة اثنين راح تكون افضل او اربعة واحد اربعة واحد راح تكون افضل نقطة اربعة ثلاثة ثلاثة لانه ما عدناش قوندوغان وفي الفودان وما عدناش دي بروين ليصنع لك اللعب ويمد الكرة الى هالان باش يسجلك عندك بونجاح وعندك عمورة هذه هي يعني اللاعبين ما نقولوش ضعفاء لكن متوسط 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 لو نقارنوا احنا يا عمورة بهالان لانه المتقول البعض باللي المسوء محدود تغيظوا عمره صحيح نحطوا في الميزان نحطوا مهاجمين تا اوروبا متروفيتش لو الان في الهلال واذا نحطوا كريسيان ورونالدو حاليا لما نروحوا كريسيان ورونالدو تعالي وضع السابق وتقارنوا بمحمد الامين عمورة ما تقوليش انه هذا افضل من هذا الاسسانسيال التشكيلة اظن انه جمال بالماضي يدخل بخطة اربعة اربعة اثنين بمهاجمين افضل او اربعة واحد اربعة واحد افضل على كلها نعطيكم التشكيلة الخاصة بكلتا الخطتين في حرس المرمى حبيبنا خوتنا اكيد رح يكون زغبة ورح يكون في السينيغال باعتبار انه موضرية نفس الاخطاء نفس نفس المستوى ما غير ولا شي بل اضافة الزغبة عنده مستوى افضل من شوية على موضرية مع المنتخب اقول مع المنتخب لا يقوم بتلك الاخطاء الساذجة على الجهة اليمنى اكيد رح يكون عطال ورح يكون على الجهة اليمنى على الجهة اليسرى يعني عنا لاعبين يخدروا يلعبوا على الجهة اليسرى احمد طوبة او رامي بن سبعيني انا افضل شخصيا يكون طوبة هو على الجهة اليسرى ويكون رامي بن سبعيني مع عيسى منضي هم اللي رح يكون ثلقس وما رح يكون عنا لكن الحاجة لاني خايفها انه راح يكون له صيفه على الجهة اليسرى هكتلع مع متخب اسمه السينيغال وإلا زي الدخل محيوه صغير لذلك اظن انه الرباعي ليستهل انه يكون في السينيغال انه يكون عطال يكون رامي يكون ماندي ويكون عندك احمد طوبع ذوما افضل العناصر لانه هم اللي بينه الافضل حتى طوبعا يستحق المكان لانه هو يلعب بانتظام مع نادي الترجي التونسي في الاسترجاع الى الابرة بخطة اربعة 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 ثلين اكيد رح يكون صوفيان في غولي هو رح يكون في الاسترجاع في وسط الميدان على الجهة اليمنى رح يكون سعيد بن رحمة ورح يكون ايضا على الجهة اليسرى رياض محرز بخطة اربعة اربعة ثلين نقول وبالاضافة سوى تحط لهم ايضا فارس شيبي او حتى قادري لا ادري اللي يكونون اكثر جاهزية في الهجوم حبابنا خاوتنا لماذا لا يقحم الثنائي مع بعض بغذات بونجاح ومحمد الامين عمورة على نوعا ما محمد الامين عمورة يكون خلف بونجاح باش يساعد نوعا ما وسط الميدان وتكون عنده انطلاقة انطلاقة يعني في الهجمات المعاكسة اما لعبنا خطة باربعة واحد اربعة واحد رح نلعبوه بخطة يعني نفس النفس يعني في الدفاع ونقول حتى السلمان رح يكون نفس الشي بالاضافة يعني الواحدة الاسترجاع رح يكون رح يكون رح يكون رامي الزروقي ثم رباعي رح نشوف سعيد بن رحمة الصوفيان في غولي متقدم نوعا ما وراح نشوفه ايضا رياض محرز وراح نشوفه ايضا سواء فارس الشيبي او قادري ايضا قدم مستوى نبس به لكنه الخطة اللي كان في كل مرة لما يروح على الجهة اليسرى يلقى فارس الشيبي يعيقه على كل حال في الهجوم يحتفظ بقط بمحمد الامين عمورة يعني السواء نحي بونجاح يدخل زروقي ويلعب بخطة اربعة واحد اربعة واحد او اربعة اربعة اثنين يخلي بونجاح وينحي زروقي في غولي وللعب يعني تقريبا كمسترجع وحده الى الوراء ولكن خطة هذه النوعا ما فيها شوية ريسك انه في غولي رغم وكل شي مراوش يلعب يعني يعني وسط ميدا دفاعي بشكل اللائع حتى مع فريقه صحيح يلعب للوراء لكن مراوش وحده وانما عنده واحد معاه اللي هو لعب ارتكاز في فريقه التركي لانه لماذا انه رح نواجه في السينيجار نطيقهم بعض الاسماء رح نواجه مثلا بعض اللاعبين على غرار لاعب تيرسي اللي هو ايضا مهاجم اسمه نيكولاس جاكسون اللي عفنات تيرسي عندنا ايضا حرست المر محنا ميهموناش لانه مرحش يأثر لكن خلينا نقول لكم انه عندنا حارس كلير مونفوت موري دياو اللي هو ايضا حارس ممتاز جدا وعندنا ايضا لاعب الوسط لما نقول عندنا مش عدنا احنا يعني في المتخب السينيجال لما نقول عندنا اقصد نحن نواجه لذلكين ايضا لاعب الميريا ولاعب خط وسط وعندنا رايو فيكانو دي مادريد وايضا اسمه باتيسيس لاعب وسط وعندنا ايضا موسان ياكيتي اللي هو ايضا مدافع لاعب نوتج هام فوريست وعندنا ايضا لاعب موناكو وايضا مدافع اسماعيل جاكسون وعندنا حسن جاي لاعب وسط خاص بفريق مارسيليا ريال بيتيس وهو ايضا مدافع وعندنا ايضا مدافع اخر فو دي توري لعب ميلان وعندنا فل مدافع لدي لوريون وعندنا ايضا مدافع نادي جانجو وعندنا ايضا عبدو ديالو اللاعب الواحيد اللاعب في قطر وعندنا ايضا ميلزل برو تيمو في دينك اللي هو حاليس مرمى ثاني عندنا ايضا مبالي ماندي لعب وسط عندنا عبدو لايسيك وايضا مدافع عندنا ايضا لاعب توتين هام هوت بير بابي متاسار لعب وسط وعندنا أيضا موناكو مهاجم وعندنا ساد يوماني غني على التعريف وعندنا ذك ألفريد جوميس تادرين وعندنا أيضا كاريدو كوريبالي غني على التعريف شيخو كوياتي غني على التعريف لعب فورست وعندنا أيضا إدريس قاناكاي لعب إيفيرتون وعندنا أيضا حرس مانديدي لأظن أنه رح يلعب في هذه المباراة لأنه مستوى روشوية ناقص مع الأهل السعودي أطلاقكم في التعليقات من تتوقعون